خليل أرجع مع حضاك مرة تانية الليفر بول وانت عارف بطبيعة الحال طبعا إلى جانب الليفر بول من قديم الأذن ليه شعبية كبيرة في العالم العربي وفي مصر لكن بطبيعة الحال برضو أكد الشعبية تضعفت خمسوبيت ضعف لا لشيء غير وجود محمد صلاح جزء كبير من المرات اللي بنتكلم فيه عن الليفر بول بيبقى من منطلق أن احنا نتطمن على ابننا هيعمل الفترة الجاية في حال إخفاق ليفر بول في أنه يعني يفنش الموسم ده في مركز رابع وبالتالي مش حيشارك في دور الأبطال هل في لحظة زي كده وارد أن محمد صلاح يفكر مثلا في الرحيل ولو ده حصل فكرك ممكن تكون وجهته فين والله أنا على المستوى الشخصي ما تمنيريش أن يرحل حتى لو ليفر بول ما لعبش دور أبطال أوروبا لسبب بسيط جدا لأنه كل ما بيجيب جوني النهاردة بيعمل أرقام قياسية في الليفر بقى رمز للمدينة من القلال اللي يتعامل له أغاني باسمه زي جيب شنكينج مو صلاح بقى رمز للمدينة النهاردة بيجيبهم بيتخطى مش عارف فولر بيتخطى مش عارف أين الهدف مش عارف التلتمية في المش عارف إيه خلاص هو بقى يزيق لو راح مكان تاني حتى لو ريال مدريد اللي هو أعظم عظيم في قرط القدم ولعب بقى في دور أبطال أوروبا وفاز في دور أبطال أوروبا مثلا يعني هو هزيت في دور أبطال لكن هنبتدي نعد بقى له ستة أهداف في الدور الأسباني له عشرين تخطى مش عارف لا يعني هو يخطأ يعني أرجون هو يتعلم من خطأ ميسي ورونالدو اللي هم قد بقى كرط القدم في آخر عشر سنين على المستوى الشخصي يعني شفنا أن النهاردة رونالدو لو عاد بالحل لن يترك للمدينة وبالمناسبة برضو مؤخرا آخر كم يوم كان فيه كلام كتير يخص ميسي واحتمالية عدم استكماله وإنه يرجع حتى لو رجع كنوع من التكريم لكن مش يرجع النهاردة ميسي يقود برشولونا لبطولة الموضوع انتهى خلاص السن لي لحكم النهاردة بقى خلاص الناس بتتكلم على هلاند الناس بتتكلم على بلينجهام بتتكلم على كفارة شاكاليا أو اللي هو كفاردونا اللي هو في نابولي يسمين الناس بتتكلم عن الناس دي يعني ايه ماردونا عفوا رونالدو وميسي خلاص بقت العملية تكريمية شوية هو راح النهاردة بقى كتير جدا البريس الجرمي عمل شيئا حاجة خالص زي اي حد رونالدو النهاردة هو عايز يرجع طبعا تجربة بكل امانة لم تضيف له شيئا بس هو لسه كلام ما فيش حاجة مؤكدا ان كريستيانو حيعود او حيستمر مجرد ان هو يعبر عن الرحيل هو لسه ما كملش تلات شهور ده ببعا في حد ذاتها مش حلوة فهو اتمنى نرجى بقى لصلاح اتمنى انه هو اذا كان فيه حتى اخفاق في موسم دوارد دوارد نتمنى ده ما يحصلش بس حتى لو محصلش انت كمل انت ليفربول فريق كبير يقدر يرجع تاني ان شاء الله عدده ده الارقام القياسية كامل ما يوحش ده مش هتجبه منين يعني انت هتجبه من النهاردة انت عمالت تخطى مايكل ايين مش عارف فاولر والناس انت بقيت اسطورة في المدينة فما ينفع يعني حتى دي يعني انا مثلا زعلان مثلا من زمان 2018 انه رونالدو ماشي لانه كان احد اسطير ريال مدريد اسطير وليس نجوم فانت اسطورة بقى تجريح لفينتس وقال انت ترجع لي على اليونيتت حتى لو كان ديك تروح لبقى المطقة العربية اللي هي اقلب كتير من الكرة القدمة الحقيقية فالموضوع بس قال زي ما السن ليه احكام برضو والارقام لها احكام والله مش محتاجين الناس دي يا جماعة مش محتاجين لسه كان معانا قايمة بتاعت اعلى انا عارف تركسل تواد ملايين وهي اعلى تواد نسلي محتاجة يا جماعة وما هو جزء من الموضوع برضو التاريخ الاسطورة يعني الاسطير يعني مش عايز اضرب ابسرها هنا في مصر اللي فضل المال عمل ايه نحن عارفين كلنا بالزبط مش عايز اضرب يعني لكن فانت هناك خليك انت اتمنى محمد صلاح يكمل في اللغربول حتى لو كانت السنة دي هتبقى سنة مش جيدة لي اللي هو الموسم جاي ولكن وممكن يقدر بقى خلاص طالما ما بفيش دور عبطال اوروبا اكيد هيشارك بقى الدور الاوروبي ولا حتى المؤتمر هي بطولة برضو طبعا المؤتمر بطولات بتبقى ضعيفة لكن الدور الاوروبي موجود بطولة ولما لا يفوز بيها يبقى حتى على الال في تاريخ دور الابطال والدور الاوروبي بطولات برضو اه اه نعم زي دور الاوروبي طبعا لكن في النهاية بتقدر تزود ارقامك في اهداف الدور الاوروبي او البطولات القرية يعني وتقدر تركز حتى مع ليفربول مركز اكتر ويعود السنة الكارسية بتاعته السنة دي ويقدر طبعا الله يعلم ايه اللي يحصل وليما لا يفوز بريمارليج ما هو طبعا بطولة قوية جدا الدور الانجليزي ده في حتة برضو الوحدة فاتمنى انه هما يرحلش وما يمشيش للمغرار بتاع الريال مدريد اللي هو خلي بالك لو صلاح فكر انه يروح مثلا وريال مدريد الموضوع بالنسبة له مش يعني هيبقى مش عشان دور ابطال اوروبا هيبقى عشان القرى الزهبية لان طبعا احنا عارفين ان الحتة دي الناس دول اللي هما اللي بيقضوا القرى بس هو كلامش على ريال مدريد بس يعني هو على ريال مدريد وشيلسي وباريس خلينا في الابرز انا تقول لي تشيلسي بقى خليك في ليفربول طبعا يعني خليك في الابرز بقى انت مستحيل يطروح السيتي لان ده المنافس ليفربول فخلص انت عملت مجدك في المدينة فالموضوع منتهي في الدور الانجليزي خليك في ليفربول لكن هتطلع بره بقى ريال مدريد ما تطلعش ما احترمي حتى البرشلون فأنا عشان كده جبت لك من الآخر لو ريال مدريد بقى روح عشان القرى الزهبية والله انا شايف ان انت وجهة نظري خليك وحتى ان كانت سنة مش قد كده تقدر ان شاء الله تعوضها ويمكن ربنا يجي يعني يجيبها من عنده اهلوا ده رابطة ان شاء الله